وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 772 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 619 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 567 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 20 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط عشرة أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية لمواد البناء إلى جانب ضبط 795 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 235 قضية خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير متابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبطات بلغت قرابة 49 طن